كل واحد انطباعه عن المبارة مبارح شايف شايف كل الناس كانت بترايحة لفكرة ان الاهل هو اقرب للفوز بنسبة تتخطى السبعين ثمانين في المائة لا اكتر شوف انا وجهة نظم ناحية النفسية ان الموضوع ده استصار اللعيبة او جميز خده يعني زي بقولك الناس بتشتمك وبتقولك انت هترجع خسران انزل ليلعب شوف بقى انت هتعمل ايه فدي اول مرة اشوف الفرق انبارح بالمنظر ده يعني حتى مش مستعجين على الفوز رغم انداخل فيه الجون لكن وقفين صح يعني ناحية دفاعية وقفين صح مليون في المية وعندوها مطمئنان ان الناحية التانية الاهل عنده غرور ومسكة في النفس الاهو غرور وتعد حدوده فعلا بدليل ان بعض الناس انا مش عايزين نعمل فتنة كبيرة لكن بعض الناس قبلوا مباراة اللعبة في الاهل قالك ان الزمالك مش هيجيب جون ومش هيجيب كورنر وهيطلع تلاتة واحد وتلاتة سفر الموضوع ده انا شفته يمكن كما كابتن خلين بارح وكابتن نصر شفته هم منازدين يتمشوا في الملعب والله خايفين صح يا كابتن نصر والله خايفين صادح لدرجة ان هو تغذكت على الاهلي اكتر اعتقد ان هو ان هو البطل ان هو المستحوز على كل البطولات فالطبيعي لازم يكسب الزمالك صحيح لا مش هو الطبيعي يكسب الزمالك هو كان كده يعني لازم لا اه ده جوايا جوايا فهو النادي الزمالك خده بامانة يعني اللعبة دي تشكر عليها ان خده تحدي فانا اول يعني بقالي فترة كبيرة اولا اما ما شفتش الزمالك بيلعب بالروح بشكل ده صح صح تعرفة كابتن اممكن سر اقوله الاول مرة اه عمر جابر وزيزو وشيكابالا طلبوا من محمد علاء اه مدرب الاحمال يكلم مايكل اه ايوب اه انه يعمل فيديو يجمع فيه كلام احمد بلال وكلام سيف زاهر عن فكرة احتفال امام عشور وبعد ما يجيب جونه ووسام ابو علي في الزمالك زي بيلنجهام وجمهور الاهلي في مطش جورماهية هو بيقول باحلم بيك انا باحلم بيك وفي السوبر مستنيك وكلام كابتن مجد عبغالي كابتن مجد عبني لزيز يعني فهم يعني كده يعني اتعرف كابتن مجد عبغالي في احمد شوكري وفي احمد عبد الجليل ورحوا جايبين جمهور زمالك في الكونفيدرالية واللي قاعد من الصبح مستني عشان نهاء الكونفيدرالية واللي قاعد في قوضة صغيرة فيها تلاتين واحد عشان يجي شجع الفرقة واللي سافر السعودية مخصوص عشان يجي شجع الفرقة وعنده ثقة كبيرة عملوا الفيلم ده تلات دقايق ورحهم مورينهم للعيبة قبل البقاء ده ده اللي فرق الاحساس ان انت عندك الكرامة انت الناس بتهينك لا انا عندي كرامة موريك في الملعب حولك على الحاجة النادي الزمالك كان بركز كل اللعيبة مركزة الا ساعة ضربة الجزاء حوالي تلات اربع دقايق او خمس دقايق بالكتير يا العصبية والنرفزة وليه وكده وبعد كده رجوع تاني ممكنش بتحصل اشتركوا في القناة